عائدون يجرون جراحاتهم معهم الجرح اليمنيون في الخارج واقع يحكي فشل الحكومة في التعامل مع ملف جرح الحرب هنا صور لأبطال تقرحت جراحهم وبترت أطرافهم وشلت أيسادهم بعد أن تنكرت لهم الحكومة الشرعية وتركت جراحاتهم عرضة للإهمال والتجاهل والآن يقيم مسؤول تبع من الشفر الألمان السعودي يقول لي بخريك أنت وهم وبذ أخي وخريك وذفكه على البوابة برع لمعنا سكان ولمعنا شيء وهذا حتى راتب شهر واحد معطونا شيء والآن أنا واحدة عولنا وأنا أشهد القيادات اللي ماسكي قيادات الساحة الغربي تبع الإماراتي تبع مدرمين القيادات سأكون بالله ليش تبع عاملوا حنا كذا ماشيحنا وصفر حنا حاجة مش مشكلة آلاف من الجرحى في صفوف الجيش سقطوا في الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي يعيش جلهم بعيدا عن دائرة اهتمام الشرعية حتى أولئك القلائل الذين منحهم القدر فرصة للعلاج في الخارج باتوا مهددين بالطرد من مستشفياتهم في مصر والهندي والأردن وغيرها حالات كثيرة لجرحابات يداون جراحاتهم على حسابهم الخاص بعد أن ضاقوا ذرعا بوعود الشرعية والتحالف الزائفة يتحدث الجرحى هنا عن عمليات مصادرة لجوازاتهم وإرغامهم على توقيع أوراق اعتراف باستكمال علاجهم في وقت لا تزال فيها جراحاتهم تنزف على الجانب الآخر وبعد أن فقد العديد من الجرحى الثقة بالحكومة والتحالف اضطر العديد منهم لعرض أجزاء من أجسادهم للبيع من أجل مداوات جراحاتهم التي تسوء كل يوم نتيجة الإهمال ومع كل يوم تتفاقم مأساة الجرحى في بلد تتمدد فيه ثروات أمراء الحرب على حساب معاناة الجرحى